نأتي إلى ختم شرحنا لمضمون الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم ونذكر في الخلاصة وفي الختام بأن هذا الميثاق تضمن ثماني مواد كنا عرضنا لها بالتفصيل المادة الأولى تعريف المصطلحات المادة الثانية هدف الميثاق المادة الثالثة رسالة تعليم المادة الرابعة المعلم وأداؤه المهني المادة الخامسة المعلم وطلابها المادة السادسة المعلم والمجتمع المادة السابعة المعلم والمجتمع المدرسي المادة الثامنة المعلم والأسرة كنا تعرضنا لكل هذه المواد لكن بقيت الخلاصة في واقع الأمر والمنتبه والقارئ المتمع لنص الميثاق يجد أن الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم هو بنفسه وضع خلاصة له أو وضع خاتمة له نريد أيضا أن نقدمها وأن نتوقف عندها هذه الخلاصة هي في واقع الأمر التفريع الثالث من المادة الثامنة أكرر التفريع الثالث من المادة الثامنة ماذا يقول؟ هذا بالنص يقول يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة ويسبغون على سلوكهم كله بروح هذه المبادع التي تضمنتها إذن هذه الأخلاقيات ويعملون على نشرها وترسيخها وتأصيلها والالتزام بها والالتزام بها بين زملائهم وفي المجتمع بوجه عام إذن يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة ويسبغون سلوكهم كله بماذا؟ بروح المبادع التي تضمنتها هذه الأخلاقيات يعني بروح مبادع المثاق السعودي الذي تضمنه ثماني مواد وهي التي ذكرنا لذلك هذه الخلاصة ويعملون على فليس فقط يلتزمون بها بل ويعملون على نشرها وترسيخها وتأصيلها والالتزام بها بين الزملاء وفي المجتمع بوجه عام عزيزي الطالب عزيزي المعلم عزيزي المتابع لهذا الشرح علينا أن نفهم أن المشرى السعودي لما وضع هذا المثاق الأخلاقي لمهنة التربية والتعليم يهدف إلى مجموعة من الأهدف أهم هذه الأهدف هو أن يعطينا مجموعة من القواعد الأخلاقية أكيد للالتزام ولكن كذلك يطالبنا بأن ننشر هذه القواعد وأن نرسخ هذه القواعد وأن نؤصل هذه القواعد وأن نلتزم بهذه القواعد بين من؟ بين الزملاء وبين المجتمع يعني ليس وهذه هي الأهمية في الموضوع ليس المطلوب هو مجرد الاتناع على المثاق السعود لأخلاقية المهنة مهنة التربية والتعليم وليس حتى مجرد حفظه وتذكر مواده للاختبار بل على العكس من ذلك الهدف أو المطلب أو الغاية أبعد بكثير من هذا إنها تتعلق بعملية التزام بعملية وعي عميق بأهمية هذا المثاق ووعي عميق بالالتزام بضرورة الالتزام بروح هذا المثاق والعمل بهذا المثاق ونشره وترسيخه هذا هو المطلوب وهذا هو ما نص عليه التفريع الثالث من المادة الثامنة وهو ما اعتبرنا في هذا المقرر باعتباره خلاصة المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التربية والتعليم طبعا نتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت وطبعا الروح هذا المثاق قد تشررنا بها وتصير في يوم الأيام جزءا يعني لسيقا ومتماهيا تماما مع شخصية المعلم نفسه تصبح جزء من ملامح المعلم نفسه أنه يعني ملتزم بالمثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم